بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين بنبتدي النهاردة الفصل الثالث في مقر ميجنيكا المواقع وهو فليود ستاتيكس اللي هي استاتيكا المواقع كلمة فليود ستاتيك بتشير إلى أن هدرس حالة المائع في حالة السكون يبقى أنا عندي فليود ستاتيكس يبقى أنا عندي هنا الفليود عندي هنا ستاتيك أول حاجة أتريست يعني كلمة أتريست يعني ما عنديش موشن ما عنديش فلوستي ولا أكسلريشن وكي بتحرك إذا كان حركة خطية أو حركة روتشنال نوع عندي ريلاتيف موشن بتوين الاجيسنت بارت أو الليرز اللي موجود عندي يعني فيش حركة بين طبقات الفلاود وبالتالي there is no shear stress الفورس اللي موجود عندي اللي هي البرشير فورس واحنا عالفيه البرشير فورس يا بربنديكلر فورس تو اني سيرفس أول حاجة هندرسها في الفلاود استاتيكس اللي هي باسكال زلو باسكال زلو بيقول إيه بيقول إنه البرشير حوالين أي داخل أي نقطة متساوي من جميع الجهات يبقى البرشير عند أي نقطة داخل أي ماء متساوي من جميع الجهات علشان نسبة هذا الكلام بنعمل consider a wedge of water بيأخد element من المية على شكل المنشور اللي قدامنا ده اللي هو الوجه اللي احنا نبقى عليه أبعاده delta x delta y delta z وبابتدي أشوف الفورس اللي بتأثر عليه احنا قلنا عندنا البرشير فورس يبقى أنا عندي لو عندي الـ direction ده اتجاه y يبقى بي وي في الارية بتاعتنا الارية بتاعتنا هي delta x في delta z كذلك البرشير في الاتجاه ده البرشير فورس في الاتجاه ده عندي أداء bz في المساحة بتاعته delta x delta y على السطح المية الـ s يبقى المساحة بتاعتي delta s في delta x يبقى الفورس عندي bs في delta x delta s بابدأ أعمل تحليل لهذه الفورس في حالة السكون احنا عندنا الـ summation of force بتساوي mass في acceleration ما عنديش acceleration يبقى الـ summation of force بيساوي 0 بابتدي أخد الفورس في اتجاه y يبقى زي ما قلنا البرشير في اتجاه y وباخد الـ component بتاعت اللي احنا قلنا الـ ps عندنا ميلة هي على السطح الميل هتتحلل إلى قوة في الاتجاه ده وقوة في الاتجاه ده فانا عندي الـ direction ده y هتبقى bs في delta x delta s sin z من الجمتر بتاعت الشكل delta z بتساوي delta s sin z لو عوضت هنا هلاقي انه الـ by بتساوي bs لو خلت في الـ direction z يبقى bz في المساحة بتاعته ونقص الـ bs برضا اخدوا الـ component اللي موجود عندي وللتالي إشارة تنقص لنها الأسفل يبقى bs cos delta x delta s cos z نقص مركبة الوزن لو انت رجعت مركبة الوزن عبارة عن الجاما في الفوليوم اللي الروجي في الفوليوم يبقى الجاما عندي delta x delta y delta z الفوليوم بتاعي لما اقول مساحة القاعدة في الارتفاع يبقى مساحة القاعدة مسلس يبقى نص الطول في العرض في الارتفاع بيطلع لي ان الحجم بتاعي delta x delta y delta z على 2 لما نبص لها هذه المعادلة هذا الترم اللي قدامنا ده بيقول الى الصفر من ناحيتين من ناحية الماثماتيكس ومن ناحية الفيزيكس من ناحية الماث اما يكون عندي عنصر صغر جدا دلتا ايكس دلتا واي ودلتا زد بدين عنصر very very small كمقدار يبقى ده يقول الى الزيرو من ناحية الماثماتيكس كذلك ايضا من ناحية الفيزيكس انا بقول ان البرشير عنده نقطة يبقى الكلام ده كله هيقول الى نقطة النقطة وزنها تقريبا صفر يبقى في الحالتين بيهمل هذا الترم اللي قمت بتقول الى الصفر كذلك من هندس الشكل دلتا واي بيساوي دلتا اس وكوزان سيتا لو عوضت في المعادلة بعد هذا الكلام هلاقي البي زد بتساوي البي اس وبالتالي هلاقي انه البرشير بي واي بيساوي بي اس بي زد بي ساوي بي اس يعني البرشير at point is equal from all direction and it is the Pascal Law يبقى احنا شوفنا باسكاله وشوفنا إثباته yes pallone is the pressure at point in fluid at rest is equal in magnitude in all direction يبقى هذا هو المنطوق الاساسى عندنا لي باسكاله والشرط عندي at rest وبالتالى مكنش عندي تانجيل شالشيرة الساس في ليست يبقى نص القانون عندي الحد هنا اللي هو أنه زي ما احنا شوفنا باسكاله ودي أول معلومة بنخد في هذا الجزء وإن شاء الله في المحاضرات القادمة نستكمل موضوع الفلاويت باستاتيكس وشكرا